كشوق الليالي لضوء القمار كعشق اليباب لقطر المطار نجيء وفي راحتين الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسعى بيق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران العاطران على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجنود دعوته المخلصين وحملة شريعته الموفقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين أما بعد ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ومع الدرس الخامس من دروس فقه الحج بمحاذاة متن بن عاشر عليه رحمة الله نلتقي بإذنه تعالى ويتجدد اللقاء قال الناظم رحمه الله تعالى إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وفي الشروع يتصل والبسر دن وأزرة عليني والصصح بالهديا ورقعتين بالكافرون ثم لخلاصيهما فإن ركبت أو ماشيت أحرما بنية تصحاب قولا أو عمل كمش أو تلبية مما اتصل وجددها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكات فاغتسل بذي طوابلا دلك ومنك دث ثنية دخلا إذا وصلت للبيوت فترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام واستلم الحاجر الأسواد كبر وأتم سبعات أشواط به وقد يسر مكبرا مقبلا ذاك الحجر مقبلا مكبرا ذاك الحجر البعدين متات حاذهي كذا اليماني لكن ذا بلياذي خد بياني إن لم تصل للحاجر المس باليدي وضع على الفمي وكبر تقتدي ألا بعدين درس آخر إن شاء الله وارمولت ثلاثا وامشي بعد أربع خلف المقام ركعتين أوقع هذا درس جاي إن شاء الله تعالى إذا وصلت للبيوت فترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام واستلم الحاجر الأسواد كبر وأتم سبعات أشواط به وقد يسر مقبلا مكبرا مقبلا ذاك الحجر متات حاذهي كذا اليماني لكن ذا بلياذي خد بياني إن لم تصل للحاجر المس باليدي وضع على الفمي وكبر تقتدي وقفنا أمسي عند ركعتين الإحرام هل للإحرام نافلة هل للإحرام ركعتان أم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على وجه المصادفة أن أحرم بعد صلاة الظهر وقد صلاها قصر فظهرت لنا ركعتان ليست للإحرام وإنما هي صلاة الفريضة توافق أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها جمهور العلماء حتى لاتفاق الإمام النووي عليه رحمة الله أنهم يقولون إن للإحرام ركعتين نافلتين وقالوا يجوز أن يكون الإحرام بعد الفريضة كما يحدث في تحية المسجد تحية المسجد نافلة لكنها قد تدخل في الفريضة إذا دخل إنسان المسجد وعليه فريضة يريد أن يصليها له أن يشغل البقعة بالفريضة فتكون فريضة وتكون تحية للمسجد هذا جمهور اتفاق أهل العلم المذهب الأربعة ومعهم أهل العلم جمع من أهل العلم هذا الرأي الأول الرأي الثاني يقول ليس للطوافي صالات ليس آسف برك الله فيك ليس للإحرام ركعتين ليس للطوافي للإحرام ركعتين وإنما صلى نبي سلم الفريضة فتوافقت فقط هذا رأي لإمام أحمد واختاره الشيخ ابن تيمي نحمة الله عليه ولا أريد أن نقول تعصب له بعض المعاصرين ولكن نقول غالى فيه بعض المعاصرين الشيخ ابن تيمي عليه رحمة الله لسعة علمه كان من كبار علماء الدنيا ذكر الرأيي قال يمكن أن تكون فريضة ويمكن أن تكون نافلة لكنني أختار أن لا يكون له نافلة إلا إذا وافقت الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد في القول الأول يوافق الجمهور لكنه يستحب أن يكون بعد فريضة الرأيي الثاني لا يرى له صلاة لكن الجمهور قال النووي عليه العلماء كافة عليه العلماء كافة ما الدليل؟ للأصل فينا أن نحن يأسرنا الدليل يأسرنا الدليل ما الدليل؟ خاصة عند بعض من يقول خلاص لا فيش هذا هذا يعني نوع من التضييق الأدلة نعم هنا له دليل وهذا له دليله لكن الجمهور الأمة من قال للإحرام نافلة تصلى قبله أقلها ركعتان قلنا ما أخرجه الإمام مالك في الموطي من حديث هشام هشام بن عروة عن أبيه من أبوه؟ عروة بن الزبير الحديث هو من حديث عروة من طريق هشام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء ينظرون إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كان تفيد استمرار كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين كان يصلي بمسجد أو في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل فإذا استوت به راحلته أهل صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء عند إطلاق الركعتين وما كان يصلي مثلا الفريضة أو الظور أو العصر ركعتين قالوا عند الإطلاق تكون الركعتان أو تحمل الركعتان على الناثلة عند الإطلاق عندما أطلقت ركعتان هما ركعتان تكون لماذا؟ بالناثلة هذا من حيث الفقه قالوا إن الحديث مرسل نقول نعم وابن عبد البر قلنا لشرح الموطأ أفضل شرح إلى الآن في التمهيد وفي الاستذكار قال لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث مرسل قلنا المرسل من المنقطع خاصة عند المحدثين ويحتج به الفقهاء لكن ابن عبد البر وصل هذا المرسل تعلمون مرسلات مالك وصلها ابن عبد البر إلا أربعة وصلها ابن الصلاح وصله من أحاديث صعيحة عن ابن عمر وعن أنس فتقوى الحديث كالمتكانة نحن نتساءل الآن ونقول يا علماء يا فقهاء كم مرة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منذ الحليفة والجواب ثلاثة والجواب ثلاثة مرات ثلاثة مرات الأولى في الحديبية الأولى في الحديبية والثانية في عمرة القضاء أو القضية والثالثة في حجة الودع حجة الإسلام أما حجة الإسلام فجاء النص فيها وتلك لم يأتي فيها النص لكن قول عروة كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد الحليفة أركعتين فإذا استوت به راحلته أهلا يذكر فيها أنه كان يصلي أكثر من مرة يصلي فأن كانه رآه فعل ذلك في هذه المرات الثلاث في هذه المرات الثلاث هذا الذي جعل الجمهور يقولون إن للإحرام ركعتين إن للإحرام ركعتين أو كان للإحرام ركعتين طيب وهناك حديث آخر خرجه البخاري من حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آآت نبيه السلام كله وحي فقال صلي في هذا الوادي المبارك في هذا الوادي المبارك بعض أهل العلم قال لك الآن رايس صلاة في ذي الحليفة حتى ولو صليت غير الفريضة فهي مقصودة لهذا المكان هذا المكان بمعنى إذا أحرمت من رابغ فلا تصلي إذا أحرمت من ذات عرق فلا تصلي إذا أحرمت من قرن المنازل فلا تصلي إذا أحرمت من يلمlem فلا تصلي أما إذا أحرمت من ذي الحليفة فلك أن تصلي صلاة خارة بهذا الموضع لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت إلى آخر الحديث يقول صلي في هذا الوادي المبارك في هذا الوادي المبارك أولا هذا الوادي المبارك يسمى العقيق يسمى العقيق العقيق هذا قريب من البقيع هو ما بين المدينة وما بين ذي الحليفة فليس هو بذي الحليفة هذا واحد اثنين قال العلماء هذا إشارة إلى أن هذا المكان فاضل ربما إلى فضل الصلاة فيه أو إلى فضل العبادة فيه كما هي مثلا في قبا تعلمون أن من الأمور المشروعة للمعتمر أو للحاج إذا دخل المدينة أن يصلي بمسجد قوبا ومسجده صلى الله عليه وسلم كذلك هذا في فضل في هذا المكان الوادي العقيق فينسح بالبصاط تحت من يريد أن يجعلها خاصة يعني بمن أحرم من مقات أهل المدينة من مقات أهل المدينة الأمر في النهاية محتمل ولذلك قال بعض أهل العلم حتى من المتأخرين مثلا الشيخ معتمين رحمة الله عليه يقول من صلى فلا ينكر على من لم يصلي ومن لم يصلي فلا ينكر عليه من صلى هكذا يتسل العلم لكننا نرى الآن بعض الإخوة يتصدون للناس لا تصلي لا تصلي لا تصلي نبّيهم عن كذا علمهم كذا وكأنها يعني أمر النص تعلمون أنها في وصول الفقه تدرسون الأصول أنتم أنها قد يكون من النص وقد يكون من الظاهر وقد يكون من التأويل النص هذا هذا ما فيش ما فيه فجل ذوهم ثمانين جلد ليس لك أن تزيد أو تنقص لا تسعة وسبعين ولا ثماء ولا واحد وثمانين نص صحيح صريح خلاص لكن في غير ذلك وفقه هؤلاء العلماء من قديم اجتمعوا ولذلك المسألة الخطيرة يقولون في في المجتهد المجتهد أن يكون عالما بآيات الأحكام أن يكون عالما بحديث الأحكام أن يكون عالما باللغة أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ أن يكون عالما بمسائل الإجماع أن يكون عالما بمقاصد الشريعة فمسائل إجمع لابد أن يكون عالما بها حتى لا يكون قوله غريبا حتى لا يكون قوله غريبا إذن الشيخ بن عاشر رحمة الله تعالى عليه لما يقول وصصح بالهديا وركعتين لا يلام بل هو مع قول من؟ مع قول الجمهور مع قول جمهور أهلي هذا تفعله هو رأسك في أعلى عليين وأنت مطمئن تماما لتمنان أن تصلي ركعتين للإحرام فإن كان الوقت وقت فريضة صليت الفريضة فإن كان الوقت وقت نهي عن النافلة لم تصلي إلى اسم الفرائض إذن هو مشى بما عليه جمهور أهل العلم والأمة بما فيهم الإمام أحمد لأن الإمام أحمد له روايات متعددة متعددة جداً من أصعب المداهب أن يحتواه مذهب لما أحمد وهذا هو السبب اللي خلى لما تقرأ مثلاً عند القاضي عبد الوهاب تلقى المذاهب كم مذهب؟ ثلاثة حنا بلا مناش عند الطحاوي عند ابن عبد البر أحيانا عند ابن العربي عند الطبري تلقى المذاهب كم مذهب؟ ثلاثة غير منضبطة تحت قواعد فنية حتى جيل مرداوي رحمة الله عليه وحاول أن يجمع أقوال إمام أحمد فالآن أدخل في المداهب وبدأ يعني يستطيع علماء أما في الأصل أقوال متعددة أقوال وذلك في كل مسألة تستطيع أن تقول لأحمد فيها رأي وفيها العكس فيها آراء وفيها العكس كل المساين لتعدد آرائه رحمه الله تعالى وذلك بسبب القواعد بسبب القواعد وهذه مسألة عظيمة وطويلة وطويلة الديول في أصول الفقه إذن لما قال وركعتين هو مشيء مع الجمهور ويسعنا ما يسع الجمهور دون أن نشن على غيرنا يعني حتى الجمهور لا ينبغي أن نشن على غير الجمهور فما بالك بغير الجمهور هو الآن الذي يشن على الجمهور إذن قلنا حتى الجمهور لا ينبغي أن نشن على غير الجمهور فكيف غير الجمهور هو الذي يشنع اليوم على الجمهور هذا من ضيق العطن ومن ضيق الأفق ومن عدم العلم لأن الإنسان كلما تعلم أكثر أكثر كلما عذر أكثر كلما عذر أكثر أمسي سألني أحد الإخوة سؤالا يمكن هو في ذهن كثير من الناس قال لي أنت قلت المفرد ما لشي هدي صحيح الذي حج مفرد أن ليس عليه هدي وتقول الناظم يقول وسأصحب الهدي وسأصحب الهدي وهو يرى أن الإفراد أفضل يقول نعم هو يقول لك اصحبه أنا ذكرت ذلك قلت إن الناس اليوم لا يستصحبون الهدي إلا إذا أراد أن يجبر نقصا وقال أو شيد الهدي الأصل فيك أن تصحب الهدي للصدقة والتطوع للصدقة والتطوع الحاج ما عنداش أضحية مضحيش فماذا يفعل يهدي الهدي فبيقول وسأصحب الهدي بمعنى مش للنقص لجبراني نقص لا هكذا نافلة وتطوعا تنفقه من هناك وذكرت قلتك أرفع في مصروفك مئة دولار زائدة على مصروفك المعتاد أو التبديه حتى تدفعها في هدي هكذا لله رب العالمين لله رب العالمين فقول وسأصحب الهدي مش للنقص لا هو هكذا هدي يعني نافلة وتطوعا لله رب العالمين وسأصحب الهدي وركعتين إذن هاتين الركعتين تكون بصورة الكافرون وبصورة الإخلاص بصورة الإخلاص إذن علمنا الآن أن بإمكان الإنسان أن نصلي ركعتين للإحرام على قول الجمهور ومن حديث عروة رضي الله تعالى عنه فإن لم يشاء فلا يشن على ألا غيره وهذه الركعتين إذا كنت في الطائرة صليم في المطر إذا كانت مرأة ممكن صليم حتى في البيت لا بس وبعد ذلك تحرم في الطائرة إن شاء الله وتعالى بالنسبة ليذهبون في الطائرة بالكافرون بالكافرون ثم لإخلاص فإن ركبت أو مشيت أحرم هنا يبين لك مسألة عظيمة جدا فقضية الإحرام نحن نتصور الآن يسر الله لي ولكم في مثلا في نفترض نحن الآن مشاكلة المدينة وصلينا في مسجدها وسلمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لها الآن أو غدا التوجه إلى مكة للحج أو العمرة قلنا نتنظب بالمدينة نغتسل بالمدينة نزيل الشعث بالمدينة ونأتي إلى ذي الحليفة المرأة قلنا حتى الحاجة أنها فسأتفعل ذلك لكنها لا تدخل المسجد نحن ندخل المسجد نصلي إن وجدنا مثلا الإمام في العصر نصلي العصر أو في الظهر وهذا السلاة الظهر والعصر تكفي في ركعتين هناك ركعتين الإحرام لا تكفي خلاص يكفي بقى إن لم نجد وقت الصلاة ولم يكن وقت نهي نصلي ركعتين والأصل فينا لبسنا الإزار والرداء وين في المدينة أو من لبسه في ذي الحليفة والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها في وجهها وكفيها لا تنتقب المرأة لم يسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وجوها ويداها ويداها يكونان ظاهرين لكن أنبه إلى أمر بعض النساء تقول لك أنا من بيش وجهي يشبهه الرجال نقول لك ذلك لك ذلك غطي وجهك لكن المسألة كيف كيف تغطين الوجه الوجه للمرأة إذا أراد أن تستره حشمة قال الفقهاء أما إن قالت أخاف الشمس على وجهه لا للحر للبرد لا لكن للحشمة ما تبيش يشبهها الناس فنقولها تستطيعين أن تستري وجهك ولا شيء عليك لكن الطريقة كيف أن تنزل شيئا من على رأسها على وجهها تنزل من فوق على وجهها يظل نازل يستر على وجه في شيء لكن لو ربطته رباط عادي وعقدته فعليها اليتم والفدية فعليها اليتم وعليها الفدية لكن لو أنزلته من أعلى شيء يدرج حك على الوجه زي ستار من على رأسها ينزل على وجهها يعني إذا أردت أن تشبه تقول لك تنهض نهض وتنزله هذا لا شيء يعفيه وسيذكره النظم بعد ذلك وسيذكره النظم إن شاء الله بعد ذلك إذا خرأ صلينا الرقعتين وكنا لابسين الإزار والرذاء خرجنا متى نقول لبيك اللهم عمر أو حج قال فإذا استوت به راحلته أهل فإذا استوت به راحلته أهل أنت تقولها إذا ركبت الحافلة أو السيارة أو مشت بك أنت راكب والأولى عندما تتحرك الحافلة عندما تتحرك الحافلة أو السيارة متوجهة إلى مكة ترفع التلبية التلبية والإهلال بحجك أو بعمرتك أو هما معا هكذا هذا معا فإذا استوت به راحلته أهل صلى الله عليه وآله وسلم حين يكونوا راكبا وحين يكونوا ماشيا قال فإذا فإن ركبت أو مشيت أحرم كانت على رجلينك وأنت ماشي وكانت راكب عندما تركب في السيارة تتحرك السيارة تعلن الدخول في أحد النسوكين سواء كان رجلا أو كانت مرأة المرأة كانت طاهرة أو كانت عليها الدورة أو كانت نفساء تعلنك الجميع ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر كما بينا بالأمس إذن هذا معنى قوله فإذا ركبت أو مشيت أحرم أدخل الإحرام نبه إلى شيء مهم جدا هذا المتن على اختصاره محادي للسنة تماما تماما في أكاد أقول في تسع وتسعين تماما العلماء اختلفوا هل تكفي النية في الإحرام أنه محل والقلب من الفقهاء حتى المالكية قال تكفي ومنهم من قال لا والشيخ لي رحمة الله عليه في المناسك قال والمشهور أنه لا ينعقد الإحرام بالنية والمشهور لا ينعقد الإحرام بالنية هذا اللي خل ابن عاشر ولا حديد تدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل نوى وفعل شيئا يدل على نيته وفعل شيئا يدل على نيته وهو إهلاله بالحج والتلبية إهلاله بالحج والتلبية وإذا قال بنية تصحاب قولا أو عمل أمسي أخي يحول فيه أو لا إذا حولنا أو تصبح يبتنين تصحاب قولا وعمل لا يكفي القول ويكفي أو يكفي العمل ثم هي أو لا أجدك صلحها أنت نزعتني فيها كتن مرة حتى صلي الشك لا هي فيها أو لأن المعنى يعني يفسد إذا قلنا بنية تصحاب قولا وعمل يعني تبتنين لا هي يا عمل يا قول والدليل هو المثال قلبنية تصحاب قولا أو عمل آه كمشي أو تلبية المشي هذا عمل والتلبية قول قول لا أو لا خطأ وقع قولا أو عمل وجاب لك العمل المشي والقول التلبية يكفي إحداهما وإذا كانت اتنين ما شاء الله لأن هذا فيه إظهارا لهذه الشريعة لهذه الشرعة أو لهذه الشريعة أو لهذا المنسك هذا منسك فيه أمور تخالف كثيرا بعض العبادات الأخرى وإذا قعدت التلبية لما لبى الأصحاب في أنفسهم نزل جبريل على النبي الله صلى الله عليه وقاله إن الله يأمرك أن يرفع طلب منه أن يأمر أصحابه أن يرفع أصواتهم بالتلبية حتى قال واصفهم ما جاوزوا قليلا حتى بحت أصواتهم حتى بحت أصواتهم المبالغة يعني لأن فيها لأن فيها إظهارا لهذا المنسك ولهذه الشعيرة ولهذه الشعيرة العظيمة قال بنية تصحاب قولا أو عمل يعني القول هو التلبية أو العمل هو المشي والتحرك إلى مكة وإلى أداء المنسك وكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم تصحاب قولا أو عمل طبعا من ناحية اللغة تقولي الآن تصحاب قولا واضح أو عملا تصحاب قولا أو عملا لماذا قال عمل قلنا هذا للضرورة في الوزن على لغة ربيعة كما في آتيها وفاق آتيها وفاق يقف على السكون على لغة ربيعة في العرب اضطره إلى ذلك أو اضطر إليه للوزن بنية تصحاب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل اتصل بالنية فالنية معها القول أو معها العمل فيعني يظهر بها أو نظهر بها هذه الشعيرة هذه الشعيرة العظيمة هذه الشعيرة العظيمة بنية تصحاب قولا أو عمل كمشي أو تلبية التلبية شنية التلبية تم فاكلة مطويل أصلها شنو ألبي لبيني أصلها مثنى لبيك استجابة يقول علماء استجابة بعد استجابة استجابة بعد النبي الله مصلم عليه عند الترمذي وعند أحمد وغيره جمع من الصحابة لما صعد المنبر وقال آمين الصحابة استغربوا يسمعون آمين ولا يسمعون دعاء استغربوا حتى نلبيك استجابة لابد أن هناك شيئا تقدم نذكر فيه هذه الاستجابة وهذا يرجع إلى تاريخ غابر إلى أجل بعيد قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ هذه الأولى والتانية في نداء إبراهيم عليه السلام ماذا قال إبراهيم عليه السلام وأذِّم في الناس بالحج يأتوك رجالا قيل كيف فنادى على جبل أبي قبيس سمعه كل من كتب الله له أن يحج فاطمعين إن كتب لك الحج ستحج إن شاء الله تعالى فهذا النداء نداء أبينا إبراهيم الآن نقول بعدما وفقنا الله تعالى للحج خرج اسمك في القرعة أو في غيرها ووصلت إلى ذلك المكان أو حتى في العمرة تعلن وتقول لبيك اللهم لبيك أي استجابة بعد استجابة ولذلك اختلف العلماء هل تقولها لغير الله بعض العلماء قالتوا قال إلا لله لبيك وبعضهم قالوا لا كان بعض أصحاب النبي اللهم سلم عليه يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في مورد القصوص فهي جائزة إذن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا هذه هذه تلبية التوحيد ماذا كانت تقول عرب تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما هذا يقطع الطريقة أمام بعض الأعذار الواهنة التي يتحجج بها بعض الناس اليوم يأتي إلى مكان لا يجوز أن يسأل فيه إلا الله عز وجل أو أن يقول كلاما لا يجوز إلا له لله فعندما تقول يقول لك اسمع والله لنعرف أن المتصرف في الكون من هو الله واللي يملكني ويملك هذا الرجل أو هذا القبر أو كأي حاجة من هو الله أراني عقيدتي مئة المئة باي وهي أسباب وخلص لكن رأي أم عقيدتي نعرف من هو نقول اسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الكافرين على ذلك شي قالوا هم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كم نأخذ بالطريقة هذه شي قالوا هم قالوا الشريك هذا اللي معاك هو شريك حقه ليس حقيقيا بليل أنك تملكه وما ملك فالأمر كل لمن لله لو كانت تنفع هذه لنفعته أولئك ماذا قالهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إذن الأمر كل لمن لله لكن مع هذا نهاهم عن ذلك قال لا أسلقوا الطريقة الصحيح أقول لبيك ما هي التلبية التلبية مرت بنا أنها في الواجبات أنها فيش في الواجبات تلبية واجبة ليست رقنا وإنما هي واجب يجبر بالدم به كيف تجيب مرة تجيب مرة وتكون ملاسقة وقريبة من الإحرام تكون ماذا مع الإحرام فإن طال الوقت حتى طاف الرجل لزمه الدم إذن إما أن يتركها كلية فعليه دم إما أن يتركها كلية كم الحجزة وعمر تملباش يمشي الحال لا يفسد وعليه مدى الهدي به وإما أن يتركها في البداية إلى أن يطوف فعليه دم بعض علمائنا قالوا إن قالها مرة ولم يعود إليها فعليه دم والمشهور إن قالها مرة فليس عليه دم لكن المستحب وجددنها كلما تجددت حال لا تتركها أولى تشدها لـ 24 ساعة كلما تجددت حال قال روى ابن وبيشيبة عن خيثماء قال ستة مواضع ستة مواضع تجدد فيها التلبية تجدد فيها التلبية دبر الصلاة دبر الصلاة وعند السعود على شرف وعند الهبوط من وادي وعند الأسحار وعند الأسحار يعني آخر الليل وعند لقاء الإخوة وعند رقاء وعند رقاء الإخوة خمسة أدين تقريبا السادس سيأتي بعد قليل فأيدا هذه مواضع وجده أيدا هو له أصل في قوله وجددنها كلما هو لم يذكر الأدلة أنت عندما ترجع إلى الأدلة وتراهم وافقا للأدلة يقع لك الاطمئنان فيما كتبه الفقه وهذا الذي جعل جعل بعض أمتنا لا يذكرون الأدلة مع الأحكام علماء المالكية انقسموا لقسمين لا أقسام أكثر ملكية لكن قسمان كبيران العراقية والمغربية في المصرية العراقية فيها الأدلة من القصار وغيرها لماذا؟ لأنهم كانوا مع المذاهب الأخرى عد رجالك ورد الميزم يقولوا هذا بدليل فناطحوا أهل المذاهب بأدلتهم في المغرب العربي لم يكن مذهب يزاحم المذهب المالكي فلم يحتاجوا إلى ذكرها مع النصوص وإنما ذكروا نصوصا للحفظ ومن أراد الأدلة طلبها في مظامها أن تأتي للكتاب وتنظر إلى أدلته فإن ويتهوا موافقا في أغلبه أو في معظمه وقع الثقة بالمؤلف كما وقع الثقاثنا الآن بيش بالناظم ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى وأنه يتبع السنة بل يتتبع الراجحة منها بل يتتبع قول الجمهوري وَجَدِّدَنْهَا كُلَّمَا تَجَدَّدَتْ حَالٌ وَإِنْ صَلَّيْتَا تَجَدَّدَتْ حَالٌ وَإِنْ صَلَّيْتَا ثُمَّ إِنْ دَنَتْ أَنْ تَجَدَيْتَا بركان ما شاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم أو يركبون قليلا لكنهم أمواج كأمواج البحر يصعد عنان تلبيتها إلى السماء يشق السماء بل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كانوا يمرون من هنا هذا موسى له جعار بالتلبية هذا يونس هذا كداء هذا من يرافق الحجاج في الحافلات ينبههم إلى ذلك فيلبون يلبون يلبون التلبية قلنا نزل جبريل وأمر الصحابة به نعم برفع الصوت قال بعض أهل العلم المعاصرين إن الأدلة عامة في النساء والرجال يعني ينبغي أن ترفع المرأة ويرفع الرجل ما ذري لكم؟ قالوا عائشة عائشة كانت تلبي ويسمعها الرجال ومعاوية رضي الله تعالى عنه سمع تلبيتها في المقابل ابن بطال ابن بطال هذا من العلماء الملكية من شراح البخاري طبع الآن شرحه شرح ابن بطال مشهور هو أربعة أربعة تسعة وفاته أربعة مئة تسعة وربعين ابن بطال قال أجمع العلماء أن المرأة لا ترفع صوتها أجمع العلماء أن المرأة لا ترفع صوتها هذا قول العموم هذا عدم دليل لا دليل هذا عدم دليل لا دليل فقال أجمع العلماء أن المرأة لا ترفع صوتها ما تفعل؟ تسمع نفسها وهذا المسائر لكل عبادات الشريعة في الصلاة وفي غيرها هي لا تؤذي لا تخيم الصلاة إلى غير ذلك تخفض صوتها طبعا المرأة المسلمة للأسف خذت الماكرافون وغنت وكانت قينة يقولها ما تدنيش وما تتخيمش الصلاة وأسمي لنفسك حتى في الصلاة تقوله ما ياهو بن غني نسى الله العافية فهذه المحرمة لا ترفع صوتها عايشة كانت فقية وكانت معلمة جاء الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وأقول كأنه حسن من المسألة أو فصل فيها قال تسمع رفيقاتها شدير؟ تسمع رفيقاتها مجموعة نساء مع بعض معنش رجال أو يبعد عنهن الرجال ترفع صوتها قليلا تسمع نفسها فإن أسمعت رفيقاتها فلا بس أما أن تسمع الرجال أما عايشة فكانت معلمة وكانت يعني فقيهة تعلم النساء رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين كويس قال ثم اندنت إذن أنت الآن أحرمت اغتسلت اغتسلت تنظفت صليت لبست راكبت رفعت أهللت بعجك وعمرتك لبيت رفعت التلبية رفعتها لله عز وجل ويشهد لك فيها كل شيء يسمعك في الحديث الصحيح كل شيء يسمعك يشهد لك يوم القيامة بهذه التلبية أمرها عظيم كويس ولذلك قال النبي ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لخص الحج كله في أمرين لخص الحج كله في أمرين العج والثج العج والثج العج هو رفعك الصوت بالتلبية العج هو رفعك الصوت بالتلبية والثج والدماء يعني كل ما رفعته هو شعار تلبية وذكر وكثرة النحر لا ليس للنقص فقط وإنما تطوعا لله رب العالمين تطوعا لله رب العالمين فإن الهدي من شعائر الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله ثم إن دنت مكات دنت مكة فاغتسل بذيط ثلاثة الغسل عند الإحرام ولدخول مكة ولعرفة ولعرفة جاءنا الغسل الثاني فاغتسل بذيط طواء طواء مثلثة طواء مثلثة الطاء طواء 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 الأشهر عند العلماء طواء طواء قائل يقول منكم الآن لكن نسمعك يا شيخ تقول فإن دنت مكات فاغتسل بذيط طواء أقول لك ما قاله الشيخ سالم آآ الشيخة مش بنيتانية الشيخ اسمه عدود رحمة الله عليه كان عالما بالفعل والقوة العلماء في عالم بالفعل وفي عالم بيش بالقوة شمعنا عالم بالقوة بالفعل إذا سألت وعني المسألة أجابك إذا سألت وعني المسألة أجابك يعلموا جوابها هذا اسمها عالم بيش بالفعل عالم بالقوة لا يستخضرها الآن لكن إذا قرأ فهم وأفهمك هذا عالم باسمه بيش بالقوة يعني عند مكونات الشيخ للفهم فهذا يجمع عالم بالقوة بالقوة الفعل لساعة حفظهم لما نضم الفقه المالكي شرح خليل في سبعتاشة ألف بيت ابن عشر روى تلتمية وربعتاش كم ابن عشر تلتمية وربعتاش هذا أكتب من سبعتاش ألف بيت في شرح خليل هذا ماذا قال قال وربما استعملت الكل والغير ما فيش في العربي أصلا كل والغير لكن استعملت الآن نستعملها فنقول الآن الناس سهر بناتهم شهر عندهم طوة فنقول مدهني جائزة فنقول طوة هذه عين المياه أو مكان قبل مكة الآن مستشفى قالوا ولا مستشفى الآن هذا طبعاً لكلام أيام كانت يأتون على الإبيل ويأتون راجلين ينزلوا بل مخش مكة عليان مرهق تعب ينزل بهذا المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعني يرتاح نبي الله وسلم عليه بات فيها ودخل أول النهار مكة يعني فيها راحة الآن النزل في السيارة تعبهم قليل وإن كان السفر متعب فلا يتأتى الآن النزل بها لكن في الماضي كانوا ينزلون بها للراحة فإذا مكات فغتسل بذي طواء غاية الأمر أنك تحمل الغسل هذا من ذي طواء إلى غرفتك في الفندق تأخذ الغسل هذا من ذي طواء قبل مكة بشوية إلى غرفتك في الفندق أن تغتسل إن شئت وهذا الغسل قال بعضهم لدخول مكة قال علماؤنا لا ليس لدخول مكة هو للطواف قالوا ما الدليل ما الدليل قالوا أنه لا تطالب به النفساء ولا الحائط لو كان لدخول مكة لطلبت به النفساء والحائط فهما يدخلان مكة كالداخل لكن لا يطالبان به لا تغتسل الحائط ولا النفساء إلا إذا تطهرت بعد ذلك فطهرها لحائطها يكون غسلا لها لدخول الطواف إذا يفعله من يستطيع الطواف إذا هو لمن للطواف لا يدخل مكة وربما يكون الأمرين معا والأمر فيه سعى فاغتسل بذي طواء بلا دلك من علماءنا من يقول الدلك ومن هم من يقول بلا دلك ومن هم من يقول فيه كلام مخفي بلا دلك قوي بلا دلك قوي ليس كواجب الأول أو يحتاج الدلك بلا دلك ومن كدى الثانية ادخلا ومن كدى الثانية ادخلا كدى عندكم في الكتاب كاف دال ألف كاف دال ألف كدى لأن أصلها كدى بالهمزة أصلها كدى بالهمزة هذه في جهة المعلى في جهة باب السلام في جهة باب بني شيبة يعني الدخول من يكون من غادي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى نظم مربوط بالسنة قال في حديث جابر أناخ راحلته بباب بني شيبة أناخ راحلته بباب بني شيبة إذن ومن أناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقته بباب بني شيبة من جهة كدى وخرج من كدى كدى كاف دال ألف مخصورة هذه من الأعلى وتلك من الأسفل خرج أن يسل دخل من كدى كدى بالهمزة فتح الكاف وخرج من كدى فيه كان آخر اسمه كدى كدى بالتصغير ضم الكاف واليان المشددة كدى يسكن فيه المعتمرون والعجر هذا لا علاقة له بالنسك هذا على جهة اليمن على جهة اليمن إنما يذكر من باب العلم كدى 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 جهة اليمن هذه فيها سكن يسكن المعتمرون والحجاج بجهة اليمن لا علاقة إذن نبي الله صلى الله عليه أناخ ناقته باب بني شيبة باب السلام لأن الشلال هو ومن كدى الثانية ادخل ومن كدى الثانية ادخل من كدى هذا الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس اليوم يسمحها كلمة طيبة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه جميل كان ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا حاجة له في ذلك وقلنا شيء طيب إذا كنت صنيعا إذا كنت معافا تستطيع ما تريحش أما إذا كان معك رجال ضعفا كان أبوك معك ضعيفا أو أمك أو رفقا وهم جوا مثلا من المسفلة جابتكم الحافلة وين في المسفلة والله فيه غزة مثلا والله فيه جهات جهة إبراهيم الخليل بالعكس يعني تقولوا مراجم هيا ينفعكم من غادي يمشوا لمدة سنته هو قدام السعي وقدام طواف يقول لك والله ما جعل عليكم في الدين من حرج صحي حمتة وطنط برة ربي عينك لكن إذا كان معك حد مرهق لا ما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قلوا في جاج مكة طريق ومنحر كل فجاج فجاج ما داخل وفتحها كل فجاج مكة طريق ومنحر تنحر فيها وتدخل منها اختار النبي هذا المكان نعم لماذا؟ لأن هذا المكان أنسب مكان تدخل منه أو أقرب مكان تدخل منه للحجر الأسود أقرب مكان تدخل منه إقابل في الحجر الأسود هو هذا المكان فاختياره كان لحكمة لكن لمن استطاعها جاء موافقة سكناه بجانبها كان صحيحا كان يستطيعه نعم فإن كان ضعيفا أو معه ضعفاء لا يرهقهم بل يأخذ بالرخصة وبالتيسير كل فجاج مكة طريق ومنحر فادخل من أيها شئت كنت صحيح ومعافى ومشاء الله عليك ادخل منه طبعا هذا باش نركم الصورة هذا الآن تشق به المسعى اللي بيخش من كده لو من باب السلام أراه بيشق ماذا المسعى بيجي المسعى بينه وبين الدخول منه في الماضي كان المسعى بعيد عن المدار لفترة قريبة في السبعينات كانت كاكين وبيع وشري ما بين المدار وما بين المسعى والناس تنام فيه وترقل فيه وكذا الآن ضم فأدخل المسجد فأنت لن تستطيع أن تأتي منه إلا إذا مررت منين من المسعى نعم جعلوا معابر وكبريات صغيرة هكذا نعم للتيسير لكن فيها صعوبة على الضعفاء وكل في جاج مكة طريق ومنحر هذا من التيسير من المولى القدير سبحانه وتعالى قال فاغتسل بذي طواء بلا دلك ومنك دثني تدخلاء إذا وصلت للبيوت فاترك إذا وصلت للبيوت وهذا في حديث مسلم إذا رأى بيوت مكة لما رأى بيوت مكة جدار قطع التلبية إذن تلبي من الميقات إلى بيوت مكة إلى بيوت مكة تقطع التلبية الآن تقطع التلبية قف عنها ليس قطعاً نهائياً وإنما إلى أن تتم الطواف سيأتي ابن عاشر يقول وعد فلب لي مصلى عارفة وعد فلب لي مصلى عارفة في خلاب ما بين يوم عارفة والله عند رمي جمرت العقبة سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن قال أترك التلبية إذا وصلت للبيوت فترك فترك أصلا فتركاً تلبية وكل شغل واسلكاً للبيت من باب السلام انتبوا معي والله إذا رأيت الحرج والتعب والنصب في صلاتك في صومك في حجك فليس فالله ورسوله برئان منه إنما هو من جهلنا الشريعة يسر وتيسير ماذا يفعل بعض الناس اليوم صح قال فترك تلبيةً وكل شغل واسلكاً للبيت يعني على طول نعم صح شيدروا بعض الناس حط الحافلة يرمس كواتا هاي 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 الطواف هاي الطواف هاي الطواف والله فيه اللي شباني والله عجوز ما أخليه حبة السكر متاع يطوف طوفتين وبعدين يمتد بدل من يتم طواف يسبح من المستشفى ويسبح كذا وتنقلب ساعة من أصفى ساعات الدنيا إلى ألم لماذا؟ لماذا؟ فيه اللي ريح فلوسها فيه اللي لما جاي لي عنده أبوه كبير يبكى الروسة بالإيجار في الطواف والله في السعي قال ليه نمصرفتش خيرك مصرفتش قال ما أقري طول للحرم نقول لك طول الحرم بعد الضروريات فاسذكاء يعني يمشي معا لا تتأخر بدون مجب ما زال اللقاء مستمرا إن شاء الله تعالى مع شيخنا بن عاشر عليه رحمة المولى القادر ألقاكم بإذن الله تعالى ويتجددوا اللقاء عسى الله تعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يحفظ البلاد والعباد إنه ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كشوق الليالي لضوء القمار كعشق اليباب لقطر المطار نجيء وفي راحتين الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسعى بيق نرطى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصوات